جهة فخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمؤمن المتحدة بعد زيارة رسمية لجمهورية ألمانيا الاتحادية استغرقت عدة أيام وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي أجرى خلال زيارة لبرلين مع القادة الألمان مباحثات حول مستجدات الوضع اليمني والجهود الدولية والأقليمية لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق السلام والاستغرار في بلدنا وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي لدى مغادرته مطار برلين عن شكره لحفاوة الاستقبال كما أشهد بالعلاقات اليمنية المتميزة بين البلدين الصديقين وموقف الأصدغاء الألمان الدعم لشرعية الدستورية في اليمن وجهودهم الرامية لاستيناف العملية السياسية والسعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب الميليشي الحوثية المدعومة من النظام الإيراني كما أعرب فخامة الرئيس عن ثقته في أن تفتح هذه الزيارة آفاقا أرحب لتطور ونماء التعاون الثنائي لخدمة مصالح الشعبين الصديقين ويرافق رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال زيارة مدير مكتب رأسة الجمهورية دكتور يحيى الشعيبي ووزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور أحمد عوض بن مبارك وكان في وداع فخامة الرئيس عدد من المسؤولين الألمان والمستشار الاقتصادي عبد العزيز المخلافي القائم بأعمال السفارة اليمنية لدى برلين لؤي الإيرياني وطاقم السفارة